اكد سعدة السيد نواف بن محمد المعودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف على المكانة التاريخية لجامع أحمد الفاتح الإسلامي الذي يعد أكبر جوامع مملكة البحرين والمتميز بطرازه المعماري بما يعكس فنون العمارة الإسلامية الجميلة جاء ذلك خلال زيارة التفاقدية قام بها سعدة الوزير لمركز أحمد الفاتح الإسلامي طلع خلالها على مرافق المركز وما يقدمه من خدمات على مدار الأسبوع والمتمثلة في دار علوم القرآن الكريم والمكتبة وقسم الزيارات وأشاد سعادته بجهود القائمين على المركز في خدمة الجامع ورواده وما يقدمونه من خدمات للزائرين من السياح للتعرف على هذا المعلم التاريخي الكبير مؤكداً حرص الوزارة على استمرار تطوير مرافق المركز كافة وتهيئته ليؤدي المصلون عباداتهم في أجواء تسودها الخشوع والسكينة جامع أحمد الفاتح أكبر جوامع مملكة البحرين وواحد من أكبر الجوامع في العالم وأفخمها بطرازه المعماري الإسلامي يعكس ارتباط البحرين وحضارتها بالتاريخ العربي والإسلامي شهيد الجامع في عهد الراحل الشيخ عيسى بن سلمان أهل خليفة رحمه الله تخليداً لذكرى الفاتح الشيخ أحمد الفاتح وتم وضع حجر الأساس للجامع في الخامس عشر من ديسمبر عام الف وتسعمائة وثلاثة وثمانين وافتتح عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين ليكون مرآة تعكس العمق التاريخي للبحرين ببعديه العربي والإسلامي جامع أحمد الفاتح الإسلامي تقدر مساحته بحوالي ستة آلاف وخمسمائة متر مربع ويستوعب سبعة آلاف مصل في وقت واحد ويضم العديد من المرافق وهو وجهة للعديد من الزائرين والسياح لكونه إنموذجاً لفن العمارة الإسلامية يتكون جامع أحمد الفاتح من ثلاثة أقسام رئيسة هي مصل الرجال ومصل النساء والباحة الكبرى ومن قبة ضخمة بنيت من الألياف الزجاجية النقية يبلغ وزنها أكثر من ستين طنا وتعتبر من بين أكبر القبب المصنوعة من الألياف الزجاجية بإضاءات وثريات تعطي للمصل الرئيسي الشكل والرونق المميز والكتابات على حوائط المسجد بالخط العربي الكوفي ويعتبر الجامع أحد المقاصد السياحية في مملكة البحرين فأبوابه مفتوحة للزائرين من كافة دول العالم المهتمين بالثقافات الإسلامية ويقودهم مرشدون يتحدثون بلغات عدة للتعرف على معالمه وبعض كنوزه والاستمتاع بجمال تصاميمه ترجمة نانسي قنقر